صغرات موجودة في نص التحقيقات مع المتهمين أثناء تواجدهم في النيابة وكمان شهادة رئيس المباحث في النيابة كل الكلام بيدور عن الطلاق والجواز وأنهم احتجزوه وما كانت أي علاقة بأتلق الدكتور ولا زايد أو حتى كان اتكلم على انتحاره زي ما كان بيقول محامي المتهمين وده طبعا بعيد كل البعد عن القضية وليه ما يكونش البواب اللي اسمه جمعة وزوجته شيماء الغريب هم شركة في الجريمة دي وكمان تقارير الطب الشرعي اللي كتبته وأقرته الدكتورة بنسي عن وجود ضربات على المخ كمان تقارير الطب الشرعي اللي عملته الدكتورة بنسي بيؤكد بالفعل أن الدكتور ولا زايد متوفي قبل ما يتم إسقاطه منهم على الأرض تفاصيل وصغرات في أقوال المتهمين في النيابة طبعا كل يوم بنكتشف حاجات جديدة في قضية الدكتور ولا زايد والنهاردة هكشف مع حضراتكم حاجات من شهادة رئيس المباحث وكمان تقارير الطب الشرعي اللي عملته الدكتورة بنسي وقدمته للنيابة وتقارير الطب الشرعي بيقول أن كان فيه إصابات في إيديه وكان فيه إصابات في دراعاته الاتنين وكان فيه ضرب على المخ وده بالفعل اللي أثبتته في تقارير الطب الشرعي لما قالت وبالشق ورفع فروط الرأس تبين وجود انسكابات دموية غزيرة بعموم فروط الرأس وتبين وجود قصور شرخية متعددة بأظام الجمجمة قبوة يعني من فوق مع أن الدكتور ولاء الزايد لما وقع على الأرض أو رمون فوق وقع على ظهره وقاعدة ونزيف دموي غزير أعلى سطح المخ طيب ليه ما يكونش دي عصاية البيس بول اللي استخدموها المتهمين علشان يضربوا الدكتور ولاء الزايد على دماغه مع أن برضو ريماء أثناء التحقيقات لما النيابة وجهت لها أن تم توصيق الدكتور ولاء الزايد ليه حصل كده قالت له بالفعل أن حصل خلافات ما بينهم وبين بعض اتحولت لضرب وبالفعل إخوتها مسكوا الدكتور ولاء الزايد وربطوه في الكنبة طيب ونزلوا بعد كده بيعملوا ايه قدام العمارة وهل لما هم ربطوه في الكنبة ليه فكوا مرة تانية مع أنهم أفلوا عليه من جميع الأبواب وكمان الدكتورة بنسي قالت وبالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات للوجه والعنق تبينناها خالية من الانسكابات الدموية يعني الكلام ده كله لو الدكتور ولاء الزايد بالفعل نط من الدور الخامس أو انتحر زي ما هم بيقولوا كل الكلام ده كله هيكون فيه تهتكات وهيكون فيه نزيف بجميع أنحاء الجسم وبعدين فيه واحد اسمه مصطفى اللي كان موجود في القهوة اللي قدام عمارة الدكتور ولاء الزايد قال إن الدكتور ولاء الزايد ما كانش جايب نقطة دم واحدة الكلام ده نفسره بإيه؟ يعني تخيل كده لو رميت واحد ميت أصلا من الدور الخامس أكيد مش هجيب دم لأنه أصلا خلاص يعني كل الدم اللي فيه أصبح متجمد عكس لو رمينا واحد حي من فوق أو انتحر زي ما هم بيقولوا برضو كان هيكون فيه أصار دموية على وجهه أو مناخيره ودانه بقه في أي مكان وغير ده كل الدكتورة بنسي برضو قالت فيه تقارير الطب الشرعي إنه كان لابس بنتلون جنس كحلي اللون وحزام جلد أسود اللون وكان لابس قميص جنس بكم فاتح اللون وشرط داخلي وقدش أبيض وبفحص الملابس تبينها خالية من سمة قطوع أو تمزقات مشتبهة وقد تركت بجوار الجسمان تحت تصرف النيابة العامة طيب إزاي بتقولي الكلام ده وبرضو فيه كدمات فكوعه وفيه كتفه وفيه أصابعه يعني الكلام ده كله أكيد تبدل خلقوا الملابس اللي هو كان لابسها ولبسوه لبس جديد علشان برضو يبعد الشبهة دي عنه وانت برضو جيتي كملتي معهم على اللي هما بيقولوه وبعدين مش ريماء قالت ان كان فيه ضرب ما بين أبوها واخوتها والدكتور ولاق زايد طيب إزاي الدكتورة بنسي بتقول ان ما فيش أي قطوع أو اشتباه فيه كدمات مثلا معينة قدت لقطع الهدوم بتاع الدكتور ولاق زايد وبرضو ريماء اعترفت ان كان فيه مشداد بالضرب من أبوها واخوتها على الدكتور ولاق زايد الكلام ده كله متناقض وعكس بعضه يعني ريماء قالت ان كان فيه ضرب ما بينه من بعض وكمان ربطوه في الكنبة والدكتورة بنسي بتقول في الطب الشرعي ان ما كانش فيه أي قطوع في الهدوم اللي كان لابسها الدكتور ولاق زايد يعني الكلام ده يتفهم ازاي ده غير بقى الرسالة اللي كانت ما بين المتهم عمر حمدي والمتهم مهاب حاتم سيد عبدو لما كانوا بيتكلموا مع بعضه بيقولوا خليك لو احتجتك هجيبك انت تمام قالوا اه تمام انا معهم لو مسكنا في بعض هكلمك ومعنى كده ان كان فيه نية للغدر بدكتور ولاق زايد نروح بعد كده بقى لشهادة رئيس مباحث اسم حلوان المقدم محمد صلاح الدين محمود المعداوي كل كلامه عن الرسائل اللي كانت موجودة على الموبايل ما بين رماء وبين محمد عصام ده غير الخيانة الزوجية اللي كانت بتعملها هي برضو كمان قبل كده وبرضو احراز عصاية البيسبول او عصاية خشبية في المحضر رئيس المباحث قال ان هم استعرضوا القوة ضد المجن عليه علشان ينغموه على ان هو يطلق زوجته التانية من خلال التليفون ورئيس المباحث قال ان المتهمين دول نزلوا من الدور الخامس واستنوا قدام العمارة وفجأة ان هم سمعوا صوت ارتضام المجن عليه ارضا طيب انتو مش كنتوا ربطين فوق في الكنبة ازاي بقى فك نفسه ورمى نفسه من فوق وبناء على ايه ان هو اصلا يعمل كده والقضية كلها اتحولت من قتل عمد مع صبق الاسرار والترصد لقضية احتجاز والترويج المجن عليه الدكتور ولا زايد علشان يرغموه ان هو يطلق زوجته التانية ده غير الكره اللي مالي قلب رماء لما النيابة سألتها وما هو ذلك الشخص تحديدا قالت هو شخص اسمه محمود وكان فيه شات ما بيننا على التليفون ده غير محمد اصام وقال لها رئيس النيابة وما تعليلك لوجود تلك المحادثات على هاتفك قالت دي المحادثة اللي انا اطلقت بسببها وبعد كده رجعت طيب ايه السبب ان المحادثة دي لسه موجودة على التليفون بتاعك حتى بعد ما رجعتي وكمان النيابة اثبتت ان رماء زوجة الدكتور ولا ازايد كانت على علاقة عاطفية بتجمعها باحد المتهمين واللي اسمه محمد اصام وده طبقا للتقارير اللي اثبتتها المباحث العامة طيب السؤال هنا محمد اصام ده كان بيعمل ايه مع المتهمين اثناء منتوا كنتوا محتجزين المتهم وكمان بترغموه على ان هو يطلق زوجته التانية زي ما انتوا بتقولوا واللي يثبت كدب رماء لما قالت على محمد اصام هو كان بيقولي بحبك على الواطس وانا كنت بقوله انا سيت متجوزة وقفلت الموضوع ده طيب والله حاجة كويسة جدا اللي احترام شيء جميل جدا ولازم كلنا نحترم الناس المحترمين طيب ليه محمد اصام بقى لما انت قفلت معا كده وقلت له ان سيت متجوزة ليه محمد اصام كان موجود مع المتهمين اثناء تنفيذ الجريمة الحاجة الاخيرة برضو اللي عايزين نتكلم فيها ليه ما يكونش جمعة البواب وزوجته شيماء الغريب شركة في الموضوع ده البواب طلع لما كان فيه الخناء مبين والد رماء واخوتها وهي مع الدكتور ولاء الزايد لما طلع فوق قالوله ده مشاكل عائلية لما النيابة سألته فيه النيابة عاد الكلام اللي هما محفظينه ليه البواب جمعة اكتر من ثلاث مرات وده بيثبت بالفعل ان هو اطلقا الكلام ده علشان يقوله قدام النيابة وكان ايه سبب هروب جمعة البواب من مزيع مصر استاذ عبد الرحمن الصاوي لما جاي يعمل معاه لقاء بصفة ودية ومفيش اي لقاء رسمي ليه هرب كل دي صغارات موجودة فيه التحقيقات وعلشان نقدر نوصل لحل لازم يتم تغيير القيد والوصف للقضية دي علشان نقدر نخلي القضية دي من ممارسة بلطجة وعنف واحتجاز الدكتور ولاء الزايد نحولها لقضية قتل عمد مع سبق الاسرار والترصد كل الكلام ده كله مليان كذب واي عيل صغير لو ارى نص التحقيقات اللي حصلت ما بين وكيل النيابة وما بين المتهمين هيطلع فيها بلاوي سودا ده غير الحاجات المختفية وبتظهر مع الوقت لان احنا كل يوم لما نقرأ النص التحقيقات بنطلع منه بحاجات زيادة عن اللي كنا عارفينها من قبل كده وكل الكلام ده كله غير اعتراف يونس ابن الدكتور ولاء الزايد لما قال اسناء لقاء ان جده ابو والدته ريماء وخاله هم اللي حدفه ولاء الزايد من الدور الخامس وهي برضه في نفس الوقت قالت ان انا سمعت صوت حاجة عملت بوم وساعتها كنت باكل يونس طيب منين يونس بيعترف الاعتراف ده وانت بتقولي ان انت كنت بتاكلي يونس حاجات متضربة جدا وتدخلش عقل اي عيل صغير ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بتنساش تعمل لايك للفيديو والشرفنا باشتراك في القناة كان معكم محمد سيف سلام عليكم